اشتركوا في القناة ان تكون متابعا من المصحف لتتعرف على الكلمات وعلى رسم المصحف ايضا وعلاماته ايضا ان تركز على كيفية النطق الصحيح لما تسمعها من التلاوة وقراءة الكلمات ركز كيف انطقها لتستطيع نطقها ايضا عند نطقها ان تطبق بتأني وعدم الاستعجال ايضا تنتبه لعلامات المصحف واحكام التجويد التي درستها من تلك العلامات السكون وهذه العلامة دليل على انها حرف مظهر ايضا تنتبه للالف الصغيرة قد تكون محذوفة لكن يعوض عنها بالف صغيرة مد ايضا تنتبه هذه العلامة تمد وهي توجد في المد المتصل والمنفصل واللازم بعض المدود قد لا يوجد فيها علامة فتنتبه للمدود ايضا تعطي الميم المشددة والنون المشددة حقهما من الغنة ثم ان لا تستعجل غنة بمقدار حركتين وهذه تأتي مع القراءة بتأني ايضا تنتبه هذه الميم ميم ماذا؟ ميم الاقلاب او القلب تأتي فوق النون لتقلب هذه النون الى ميم وتأتي في احدى حركات التنوين لتقلب التنوين الى ميم ايضا احكام التفخيم والترقيق التي درستها سواء كان للم لفظ الجلالة او الراءات او غيرها ايضا تنتبه رأس الآية تقف عندها لا تصل آية بآية فتقرأ فاذا وصلت هنا تقف ثم تأخذ نفس ثم تقرأ بما بعدها ايضا تنتبه لعلامات الوقف التي درستها صيلة قيلة والجيم كلها جائز الوقف والوصل لكن هنا الوصل اولى وهنا الوقف اولى وهنا جواز الحالتين ونبهنا في حال التعليم تذكر أن تقف عند هذه العلامة تأخذ نفس ثم تكمل التلاوة الآن نأخذ بعض الكلمات لحظة الآن ائمة يهدون لدينا الآن همزة مفتوحة ثم همزة مكسورة ولدينا أيضا مي مشددة حرف غنة مشددة ولدينا تنوين وبعدها اضغام بغنة أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون أئمة يهدون لاحظوا كلمة هذه كلمة ماذا؟ الصلاة نعم وهذه كلمة الزكاة موجودة هنا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا جاءت الألف فوق الواو وهي في كلمات معدودة دليل أن تحول تقلب هذه الواو إلى ألف فتصبح الصلاة الزكاة ولا تقول الصلوات الزكوات الصلاة الزكاة إذا جاءت الألف فوق الواو وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لاحظوا السي مفتوحة سو سو قوم سوء فاسقين سو لاحظوا الآن اللام نضحى مظهر فوقها سكون وقلنا لكم أن علامة السكون دليل على إظهار وأدخلناه 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 في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا انتبه لهذه الكلمة الحرث الرام فخمة الحرث لا تقول حرث الحرث وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم نفشت 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 لاحظوا هذه الكلمة كيف تنطقها داوود هنا ووان تنتين هذه البواوة الصغيرة داوو وو وو ترب عليها لا تقول داوود داوو وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ داوودَ داوودَ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرِ يُسَبِّحْنَا 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 السكون يُسَبِّحْنَا لَبُوس لَبُوس صَنَّعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ تنوين بعد هلام إضغام بلا غنة صَنَّعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ صَنَّعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لَبُوسٍ لَّكُمْ الآن بعد أن أخذنا الكلمات الآن سأقرأ لكم تبع وكرر معي أيضا بتأني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون الآن بعد استمعنا الآيات تدربنا على الكلمات عليك الآن أن تعيد المقطع وتركز مرة أخرى ثم تستمع لقارئ متقن ثم تقرأها بتأني أسأل الله لك التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله وسلم وبركة على نبيه محمد أسأل الله لك اشتركوا في القناة